موسيقى موسيقى مشاهدينا نحييكم من جديد كنا دائما نقول اه لو تكلم حمدي قنديل اه لو فتح خزائن السياسة وصناديق الاعلان ها هو تحدث وهو كتب مذكراته الشخصية تحت عنوان عشت مرتين ما بين المسموح والممنوع فكلما سمح له منع بعد قليل يعني ما بين المسموح والممنوع استاذ حمدي قنديل ارحب بك والف مبروك على هذه المذكرات اللي اعتقد انها ستسير جدلا الله يخليك نرجو انها تسير الجدل المفيد في النهاية ان شاء الله ما هو جدل اكيد مفيد عشت مرتين لماذا هذا العنوان لاني الحقيقة عشت حياة ثرية بالاحداث اه حياة ثرية كنت طبعا بغطي طول عمري الاحداث السياسية يعني من اول ما ابتدين العمل بالتليفزيون سنة 1960 الاحداث السياسية مصرية وعربية بمفاجأتها التي تعلمها يعني لذلك هذه الحياة الثرية بما فيها من نجاح وبما فيها من فشل في بعض الاحيان بالطبع وبما فيها من تحديات للسلطة وتحديات للمجتمع في بعض الاحيان جعلت هذه الحياة الثرية للغاية من وجهة نظرية لذلك قلت ان انا عشت مرتين الحقيقة في البعض اللي ارى الكتاب قد يظنوا ان انا عشت مرتين مرة في الواقع ومرة في الاحلام لان الحقيقة لا مش حالة الازدواجية لا انا من حسن حظي ان انا بأحلم احلام سعيدة دائما مش عايزة اقول في الغالب دائما حتى في اللحظات الحساسة بتحلم احلام سعيدة بأحلم دائما احلام سعيدة وعمري ما اعتقد انه مرته تندرة وليلة جدا اللي حسيت فيها بكابوس او انا نايم اصحب اتكلم يعني فالبعض اللي ارى الكتاب قال كان بيتصور انه عشت مرتين يعني مرة في اليقظة ومرة في المنام الحقيقة المرتين ويمكن اكتر من مرتين في اليقظة في اليقظة انت عاوز تقول انه ما عيشته من احداث وما شاهدته بعين الصحفي بعين الاعلامي يعني هي اكثر من الحياة الوحدة يعني يعني وكأنك عيشت الحياة مرتين صحيح طيب استاذ حمدي يعني انا همزك شوية بعض المحطات ما بين الحياة السياسية المواصرة وما بين ايضا مجائف المذكرات انا عايز ابدأ بس بما يتعلق بالرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي لانه حتى هذاك كشفت عن بعض الوقائع وبعض الخفايا التي قد تكون مهمة في فهم مفاتيح شخصياتي هو وايضا في فهم جماعة الاخوان هنا عايز ابدأ باجتماع فيرمونت الشهير لانه كانت وجهت اليكم انتقادات كثيرة انه جماعة الاخوان استخدمتكم وانه رئيس المعزول محمد مرسي ايضا استخدمكم انت قلت انه كان فيه حضرت بعض الاجتماعات لكن اجتماع فيرمونت ابدأ به لا ما حضرتش بعض الاجتماعات لا انت وكي بعد ذلك حضرت اجتماعين من الاجتماعات اللي كان مرسي بيعقدها في القصر اه لا لا انا اصدأ اقول ان انا ما حضرتش اجتماعات مع مرسي قبل اجتماع فيرمونت قبل اه في اجتماع فيرمونت حتى اوضحه لانه يعني حتى من يوجهون اليك انتقادات من قاعدة المحبة يعني لا وا حتى من القاعدة الاخرى يعني مفوض يعني يقولون كيف للأستاذ حمدي انديل بخبراته خاصة ان انت هنا في كتابك تقول الاخوان لا عهد لهم وحتى قلت انه والدك نفسه قال لك ذلك يعني الاخوان لا عهد لهم ما الذي جعلك تشارك في اجتماع فيرمونت اللي اعتقد انه جماعة الاخوان استخدمته او استخدمه الرئيس المعزول محمد مرسي سياسيا هو طبعا زي ما انت بتقول من ايام والدي قال لي كنت في يوم قابلت او كنت معجب كتير بطالب يكبرني في السن سبع تمان سنين في طنطة وكان شيوعي وقاعد يديني دروس يعني في الشيوعية فرجعتها قلت الولدي انه فلان كلمني عن العدالة الاجتماعية وقال لي ابني لي يعني اتكلمك عنها العدالة الاجتماعية دي موجودة في الاسلام يعني فبكرا نروح الشبان المسلمين قلت له يعني الشبان المسلمين ولا الاخوان المسلمين قال لي لا الاخوان شداد عليك شوية اعتقد انه الفهم ما فهمته يعني شداد عليك شوية لان احنا كنا في وقت احنا بنتكلم على سنة حاجة واربعين فاكيد كان في ازهان زهن والدي وزهن عموم الناس الاغتيالات اللي كان بتقودها جماعة الاخوان في ذلك الوقت والجهاز السري والجهاز السري من يومها حتى سنة 2010 في 2010 بالذات خبرت الاخوان المسلمين خبرات اما كانوا بالطبع زيهم زي غيرهم كانوا من اللي انضموا لقيام الجمعية الوطنية للتغيير واشتغلنا معهم فترة طويلة وعرفنا بقى انهم يعني بيظهروا وقت الشدة يعني وقت الحاجة لما يكونوا محتاجين الاشياء لليهم بيحضروا الاجتماعات مش محتاجين لنا يوم مش موجودين وشوفنا ازاي انهم حتى خانوا الجمعية الوطنية للتغيير اللي كانوا اعضاء اساسيين فيها في انتخابات خانوها في انتخابات 2010 اللي كانت قبل ثورة 25 وحددك ايضا ايل ده في الكتاب يعني عشان اقول للمشاهد انه الكتاب في كل الخفايا التي يتحدث عنها اساس حمد انديل وده غلاف الكتاب على الشاشة اطفال خانوا الجمعية الوطنية بمشاركتهم في انتخابات بمشاركتهم في الانتخابات احنا اقولنا احنا حنقطع كلنا وهم اتفقوا على ذلك معهم واتفقوا على هذا معنا وبعدين راحوا للوفد واسمعنا انه في يعني اتفاقات فيما بينهم لخوض الانتخابات سوية طيب رحنا لهم الحقيقة انا والدكتور حسن نفع والدكتور عبدالجليل مصطفى وقابلنا المرشد ومعا سبعة تمانية من اقطاب مكتب الارشاد كان الكلام ده بالانتخابات ده حالي شهر شهرين وقلنا لهم كلام واضح لكن في نهاية الاجتماع اتخذوا بقى الموقف المايع اللي بيتخذوه في العادة ان شاء الله احنا حنبحس يعني ان شاء الله احنا حنبحس ودخلوا الانتخابات دون غيره طيب اذا كل الاحداث ستثبت لك ان الاخوان عادة انا في الانتخابات انتخابت في الجولة الاولى حمدين صباح في الجولة التانية اعلنت المقاطعة وبعدين جرت الجولة التانية كما جرت في اسناء هذه الاسناء جولة اولى وجولة تانية كان المرسي بيدعونا الاجتماعات مختلفة بيدعو الاطياف السياسية كلها لحضور الاجتماعات او بعض شخصها انا طبعا رفضت في كل مرة رفضت من ناحية لانه الاخوان ليس لهم عهد وعلى اي حال جات الانتخابات وجريت الجولة الاولى وانتهت في الجولة التانية زي ما احنا عارفين اه ودعاني مرسي لكذا دعاني وغيري الى كذا اجتماعه ما روحناش لكن قبل ما تطلع النتيجة بيومين ثلاثة كان الموقف هو انه بكرة ولا بعد ويوم ما تطلع النتيجة ده احتمال ان يكون رئيسنا الاحتمال القائم يعني في الطرفين انه ما على حال ده واحد من الناس اللي ممكن واحد من الاثنين اللي ممكن يكون رئيسنا رئيسنا بكرة وكان الجو طبعا متوتر للغاية زي ما انت عارف وكانت القوى الوطنية كلها كانت قدمت وثيقة اسمها وثيقة العهد اعلنتها في مؤتمر صحفي للاثنين مرشحين شفيق ومرسي وثيقة العهد دي اللي بتعبر عن وجهة نظر القوى المدنية انهم عايزين دولة مدنية شروطها كذا وكذا الحريات الموطنة الى اخر و الاخر ما حدش رد عليهم لا شفيق رد ولا مرسي رد الى ان جاء ذلك اليوم بتاع فيرمونت اه فيرمونت كان قبل اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفي الوقت انه يوم 22 يونيا وثيقة فيرمونت اعلنت يوم 21 يونيا كان الاجتماع اللي دعونا اليه وكان فيه شائعات كثيرة ومتعددة اه عن انه اه ربما يفوز الفريق احمد شفيق وبالتالي شعر الاخوان بالخطر وهنا اللي بيقول انه اه استخدمكم الاخوان واستخدمكم الدكتور محمد مرسي ده من يوجهون اليكم يعني الاجتماعات لو طبعا مفهوم الجانب اللي حيوجه الاجتماعات ايه احنا دلوقتي بنتكلم عن وجهة نظرنا احنا اللي رحنا يعني على اي حال جالنا الدعوة تعالوا عايزين الدكتور مرسي يشوفكم اه فاحنا زي ما بقولك كنا في هذا الموقف اللي بعد بكرة ممكن الدكتور مرسي ده يكون رئيس الممهورية رئيس الممهورية نروح ما نروحشين قبله ما نقبلش رجحنا في النهاية التالي رجحنا انه لا مرسي ولا شفيق ردوا على القوى الوطنية لانه ما فيش حد من القوى الوطنية بادر باتخاذ الخطوة يروح لهم ادي الوسيقة بتاعتنا ايه رأيك فيها سلبا ولا ايه جابا نعرف موقفهم انا كنت من الناس اللي شعروا هذا الشعور يمكن القوى الوطنية فشلت فيه اخذ عهد من مرسي او من شفيق لانها لا راحت لده ولا لده راحت له قعدت معايا طلبت جلسة معا ما عنديش شيء يخفني ان انا اروح اعود معا اروح اعود واطرح انا شروطي انا اللي بطرح الشروط الشروط اللي هي زي ما شفناها في الاعلان بتاع فرمود دولة دولة مدنية تضمن الحريات تضمن المواطنة تعيد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تمثل فئات الشعب المختلفة رئيس وزراء شخصية وطنية مستقلة تلاتة نواب رئيس مسيحي وسيدة وشاب وكل ذلك لم يتحقق اه طرحنا هذه الافكار كلها وبعد مناقشات الحية يعني طويلة لغاية الساعة تلاتة اربعة الصبح احنا في يوم واحد وعشرين يونيو اه يعني ده كان لغاية الساعة تلاتة اربعة انت انت كاتب في كتابك حتى الربعة فاجرا مع رئيس مع محمد مرسي قبل ان يصبح رئيسا قبل ان يصبح رئيسا وتاني يوم الصبح اعدنا طبعا نقاوح تاني ونرجع تاني لغاية ما جات ساعة واحدة اتنين يوم اتنين وعشرين يونيو اعلننا بس انا يوم الصبح انتوا نمتوا في فندق فيرمونت لا انا بنتي في مصر جديدة عمونت يعني سهل ما كانتش فيه مشكلة سهل علي المشوار فروحنا تاني يوم واعلننا اهزة في المؤتمر اعلننا يعني بمعنى انا اعلنت نيابة عن الفريق اللي احنا فيه بالصدفة يعني انا اللي كنت اعلنت اه كنت اول المتحدثين لا كنت زعيم الفريق ولا كنت زي زي غير انما على اي حل طلبوا مني الاخوان ان انا اقول البيان اللي احنا اتفقنا عليه فحتى في مقدمة البيان قلت ان احنا قررنا ان نتسامح فيما مضى يعني بمعنى انتوا اخطأتوا في حقنا فيما مضى اخطأتوا في حق البلد فيما مضى إنما إحنا حنتسامح النهاردة عشان ما تحصلش مجزرة بكرة في البلد من خلاف اللي بينك وبين شفية وعشان نوصل لشيء أنا طبعا كنت عارف وكنت متيقن إنه فيه احتمال للأول لأ يعني احتمال إنه يفي بهذه العهود واحتمال ألا يفي لكن قلت هو لو وفى بهذه العهود ده طبعا ما كسب البلد كلها لو أوفى بيها فعلا يعني لو لم يفي بها كما حدث إيه اللي يحصل حيتلعي إنسان سفي الأبوي ده في النهاية يعني كده ده صعب فحيصبني الضرر أنا شخصية أنا مستعد لتحمل هذا الضرر في سبيل إن إحنا ولو بالمغامرة المحسوبة أو غير محسوبة نصل إلى شيء لو وصلنا إلى هذه العهود طبعا ده شيء عظيم يكون في مصطحة البلد كلها لو لم نصل الخسارة علي وتقبلت الخسارة راضيا مسبقا يعني عارف إيه اللي حيحصل لي وعارف الانتقادات اللي حتوجه لي وعارف الشتائم اللي حتطلع من الجامل الإلكترونية الإخوانية فيما بعد وعارف السكة دي كلها حتوصل لفين وعارف إنها حتوصل إلى ما حدث فعلا وهو إني شوية أختفي يعني يعني أبتعد عن خضم السياسة وما فيها شويتين وده اللي حصل وأنا غير نادم على ذلك وحتى قلت ويمكن قلت في الكتاب إن لو التجربة دي أعيدت مرة تانية حدخلها تدخلها إنما للأسف لم يمكن التوضيح مشكه في الكتاب لأن لا لا أكمل بس بجملة دي يا أستاذ سعيد قلت لو التجربة دي فعلا تكررت حدخلها بس مش حدخلها لو كان حد من القطبين إخوان يعني لو كان أي فريقين لو كان أي فريقين حيختلفوا ويحصل شبه ما حصل في انتخابات 2012 وحيكون في مصلحة البلد إنه أقف جانب فريق منهم هشوف هحاول ومهما كانت النتائج مش هتنازل عن إني أخوض هذه التجربة مرة تانية في محاولة أخيرة من وجهة نظري إن إحنا نحصل على شيء للبلد طيب طبعا يعني أنا عايز عشان يهمني بعض الحاجات اللي يمكن أن تكون مفيدة الآن وإحنا بنعيد تقييم الأرض بس ما حسيتش وإنت بارع في فهم مفاتيح الشخصية إنه مرسي في هذه الاجتماعات وتقول تجلسون حتى الرابعة فجرا يعني وكأنه جاء ليحصل منكم على كعكة على شيء ما له يعني هنا ربما تشعر بإنه يفعل ذلك من أجل المصلحة الوطنية أو إنه يفعل ذلك من أجل المصلحة الشخصية له ولجماعته حمدي قنديلة الذي يفهم مفاتيح الشخصيات دائمة كيف رأيت محمد مرسي في هذا اليوم أنا الحقيقة استحسنت جدا لليتها إنه كان لوحده يعني ما كانش حاضر معنا حوالين التلافيز للاجتماعات غير البلتاجي وياسر علي ياسر علي اللي كان متحدث سوسر ياسر ياسر علي كان دوره الوحيد إدارة الجلسة يعني المناقشة فلاني تفضل تفضل البلتاجي ما تكلمش خلص فأنا كنت مستحسن الأسلوب إنه إحنا نعرف الراجل شخصيا من خلال إجاباته هو شخصية أظن كان فيه اتنين ثلاثة كده يمكن في الخلفية حتى يمكن مش عارفهم مش فاكر هم مين دلوقتي يعني يعني عارف إنه حيداور ويناور أكيد يعني وإلا لما طال النقاش حتى الرابعة صباحا لما طال النقاش الحقيقة لغاية الساعة أربعة صبح ورجعنا نتناقش تاني يوم قلت خير خير أنه بدان بيقاوح ويناقش ويرد ومرد عليه إذن قد يكون مخلصا في إنما في طول الوقت كان فيه في الخلفية الإخوان المسلمين اللي شفتهم في الجامعية الوطنية للتغيير واللي شفتهم بقى من زمان سنة 65 في المؤامرة على جمال عبد الناصر واللي أنا قابلتهم وقابلت مرشدهم في مكتبه ده كل ده طبعا ما بيبعدش عن زهني إنما كانت المغامرة الأخيرة أنا ما خدعتش حد من الشعب أنا كنت أبقى خدعت الناس لو كنت طلعت معاه في الجولة الانتخابية عشان أحرض الناس على انتخابه كثير من الناس الآن اللي ما بتذكروش التفاصيل كثير منهم بيعتقدوا بشوف ده من شبكة الإنترنت كثير منهم بيعتقد أن أنا كنت بأيده من بداية ترشيحه هذا لم يحدث حمدين صراحي كاميرا الشاحي الأول في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية قاطعت وناديت بذلك في مقالات نشرت في المصر اليوم وفي أكثر من برنامج في التلفزيون طيب بعد كده بس أنت طبعا حتى كتبت مقالا فيما يمكن أن نسميه أدب الاعتذار واعتذرت فيه عن اجتماع فيرمونت وعن هذا الاجتماع وبعد شهر واحد بعد شهر واحد من 22 يونيو بعد أن شكل مرسي الوزارة الأولى بتاعت حكمه وكلف هشام أنديل وهي أخواني وكلف هشام أنديل برياستها على طول كان البادي هشام أنديل آه شابه بتاع ما ماشي نستحسن ذلك أنه يكون فيه حد في العمر ده يرأس الوزارة إنما ده مش الشخصية اللي اتفقنا عليها اتفقنا على شخصية وطنية مستقلة لما بدت أولى البشاير الرسمية بقى أولى البشاير أنه بيخالف الميثاق اللي اتفقنا عليه أعلنت اعتراضي وأعلنت فيما بعد اعتذاري إنما اعتراضي واعتراض المجموعة كلها اللي راحت عملنا في مؤتمر في سائد الصاوي بعد فيرمونت بشهر واحد طيب من الجمل البديع اللي كتبها الأستاذ حمد أنديل في مذكراته تحت عنوان عشت مرتين في وصف محمد مرسي قال لاحظت أنه كان منتشيا بكرسي تماما قطفل حصل على لعبة جديدة لم يحصل عليها أي من رفاقه ولحظت كذلك أنه أكثر حرصا على أن يأم المجتمعين في صلاة العصر بعد كل اجتماع من حرصه على تنفيذ اقتراحتهم يعني هنا الامتشاء بالكرسي وكأنه حصل على لعبة جديدة لم يحصل عليها أي من رفاقي ولا حصلت عليها جماعته في 80 سنة يعني شيء مذهل طبعا أنا متصور أنه مدى الدهول اللي أصيب بيه لما قعد على كرسي رئاسة مصر اللي ما كانتش تحلم بيها الإخوان على مدى عقود يعني طبعا انتشاء بالكرسي لكن كان كاشش كان يعني متحرك في الكلام وأنا كنت فاهم برضو ممكن ليه يكون كاشش لأنه ده دقيق يعني لسه جديد على الأصر وما يعرفش بقى العدسات فين ولا السماعات فين ولا الحاجة فأكيد كان حريص في الكلام إلى أقصى حد يعني وعشان كده طيب وإنه حريص على إنه يقوم الناس في صلاة العصر مع إنه يعني الاجتماعات يعني نعم للصلاة لكن أنت شايف أنه تنفيذ اقتراحات الناس أيضا هو نوع من العبادة يعني يعني أنك تأخذ برأي الناس طبعا لا شك في ذلك هو كان بيعقد اجتماعاته وعادة أنا حضرت اجتماعين منهم كان بيعقد اجتماعات كبيرة تحت عنوان الحوار اللي ما كانش فيه حوار أصلا صحيح كان بيتركوا الناس يكلموا جميعهم عايزين يقول يعني كتير من الناس كانوا بيعترضوا على حاجاته كتير من اللي حضروا في الاجتماعين اللي حضرتهم ومنهم أدباء وشعراء وفنانين ورياضيين وكذا قل ما تشاء وأنا أفعل ما شئت يعني وده خلاص المنظر بس كان مختلف يعني يا مبارك يا مبارك كده كان الرسميات واختحدها يعني وعلى ما أظن ولو أني ما حضرتش أي اجتماعي في الاتحادية يا مبارك إنما أظن أنه كانت المنصة بتاعته لازم تكون عالية شوية يعني هو ده عمل الاختلاف البسيط إنه قاعد على نفس المستوى اللي إحنا عادين عليه في ومعه أجندة خاصة بيه أو كراسة أو شيء من هذا القديل ويسمع الناس يبدوا أنه يسمحهم يبدوا لينا كما لو كان يسمعنا جيدا وبيدون مذكرات زي التلميذ المجتهد كده بما يعطيك ان طبعا أنه لا ده الراجل ده أخد المسألة جد ولا إنما في نهاية الأمر ما كانش حريص على ما حصلش ما حصلش إنه إنه وفى بأي أو استجاب لأي مطلب من مطالب من كانوا يقابلون أنا بقولها بكل إنصاف يعني مش تجنيعا عليه ده اللي كان دايما يعني يزبط الأمور كده بحيث إنه ينتهي الاجتماع بعد صلاة العصر كده بين صلاة العصر والمغرب ويدعو الناس إنه يا أمهم للصلاة يعني وهو الحقيقة يعني دوره كان دور وخطاباته كلها كانت خطابات يعني ماش بتاعة زعيم وإنما بتاعة واحد من الدعاية لسه عايش الدور بتاعة الخطيب الزاوية مش خطيب المسجد حد طيب فيما قبل منهي بس الجزء المتعلق بمحمد مرسعدك قلت إنك حضرت اجتماعين من الاجتماعات اللي كان بيعقدها وفي أحد هذه الاجتماعات وأنت زاهب إليك كان طبعا قلت إنه في حديث عن إنه حمد أنديل سيحصل على جزء من الكعكة لأنه يعني شارك في اجتماع فيرمونت من قبل وكان لديك شعور إنه سيكلفك بوزارة الإعلام التي يعني لا تريدها ولا تطمح إليها يعني هل كان في ذهنك إنه يعني الهجوم عليك بإنه حمد أنديل سيحصل على كعكة مع إنه المنصب لم يعود مغنما يعني وإنك تبحث عن دور حتى كما ذكرت في الكتاب هل أغضبتك هذه الاتهامات حمد أنديل يبحث عن دور يبحث عن كعكة يبحث عن منصب لا رفيت لحال من يطلقون هذه الاتهامات رفيت لحال منهم مش فاهمين يعني مش فاهمين وإما أنهم متجنين وفي كلتا الحالتين لا يعني لا ألقي اهتماما لا أعير اهتماما كبيرا لمثل هذه الاتهامات بتدايق طبعا إنه ما في النهاية بتمر أنا أعلنت من يوم فيرمونت يعني بعدها على طول لأنه بدأت الشائعات إنه حتولى كذا ولا حتولى كذا وبعض الجرائد مشهر وحتولى شيء منصب مهمة في الرئاسة والشيء من هذا القديل أعلنت إنه أنا مش حبل أي منصب رسمي مهما كان هذا المنصب أنا كنت متصور اليوم اللي طلبني إن أنا قابله كنت حامل هام الحكاية يعني موضوع عرض المنصب ده فكنت رايح مستعد مستعد جدا وكنت صادق جدا فيما قلته الحقيقة مش بس مش بس اعتذرت عن المنصب قلت له يا دكتور مورسي مشكلة الإعلام دي مشكلة كبيرة جدا بالذات مشكلة مسفيرو بالتحديد اللي هي أكبر مسؤوليات وزارة الإعلام ومشكلة تتمثل في 45 ألف بني آدم على الدولة مسؤولية تجاههم ومش عارف كم و30 قناة لا داعي لها على الإطلاق فأي إجراء حقيقي مفيد تخفيض القنوات وتخفيض العملين مع مراعاة حالتهم الاجتماعية والإنسانية هذا قرار جزري بيمس حياة 45 ألف بني آدم وطبعا بيمس المجتمع كله الرسالة اللي حتقدمها هذه القنوات الحل حيكون جزري وموجع وأليم ولا تتحمل إلا حكومة قوية فكان في بالي أولا أنه تتشكل الحكومة ويبان إنها حكومة قوية وتستطيع أن تتحمل ذلك فتقدر اللي يتولى المسئولية يحل المشكلة الأمر الثاني قلت له يا دكتور موسي الإعلام يجب في دولة مدنية ديمقراطية يجب أن لا تكون له وزارة وأنا عارف طبعا أنه في مرحلة انتقالية ممكن طبعا كل الناس تقول اللي عايزة في وزارة الإعلام تبقى تقول مرحلة انتقالية بأن في مسألة المرحلة الانتقالية دي فترة فأنا بأرجوك وزارة الإعلام دي تكون وزارة دولة للإعلام يعني ما تكونش وزارة سيادية زي ما بيتقال عادة ويتقال إن مهمتها تنظيم حبيت تسميه تصفية حتى إنما هي الحقيقة مش تصفية نهائية تنظيم المؤسسات الإعلام في البلد وهذا لا يستلزم بالمناسبة يا دكتور موسي ما يستلزمش إعلامي لأن مشكلة ماسفيرو الأولى والأخيرة حاجتين الحاجة الأولى الديون الكبيرة جدا اللي بتبلغ 13 مليار جنيه كان وقتها معرفة دي لوقتي بقوا كم والمشكلة التانية إعادة التنظيم الديون دي محتاجة لخبير اقتصادي الحقيقة مش خبير إعلامي والتنظيم محتاج لخبير قانوني على أي حال أنا كنت بأؤمن بدا حقيقة إنه الإعلام محتاج للحل على هذا النحو وبعض أصحابي وإخواني قالولي يعني بس بتدحيله عشان تتتهرم المصر بإنما ده كان ذا كان حقيقي وقلت له إنه فيتولى وزارة الدولة هذه إما رجل اقتصاد ويبقى النائب بتاعه قانوني وإما رجل قانون ويبقى النائب بتاعه اقتصادي والاجتماع طال شوية كده إنه معموما خلصت من قصة وزارة الإعلام التي لم يعرضها علي مرسي طيب هنا عشان أبقى بنتقل يعني أمزج الماضي بالحاضر وقبل ما أسأل السؤال المتعلق بالحاضر كمان كشفت في كتابك أنه أنت يعني عقد معك الفريق عبدالفتاح السيسي اجتماعا وهو مدير للمخابرات الحربية وقال لك إنه المشير تنطوي عاوزك تقدم برنامجا في التلفزيون طبعا في توقيت يعني كان حساسا ودقيقا وكان المجلس العسكري يدير شؤون البلاد وقلت إنك قعدت معاه ثلاث ساعات ما هي القصة؟ القصة دي أظن نحن كن يوم 12-13 مارس 2011 يعني بعد نجاح الثورة بشهر تقريبا ودعاني الفريق السيسي وقتها أو المشير السيسي حيبقى بعد بكرة مشير السيسي دعاني إلى اجتماع عنده ورحت والحقيقة يعني عندنا هذه المدة الطويلة أنا كان انطباعي الأول عن هذا الاجتماع انطباعي إنه راجل أولا متواضع يعني وانطباعي الثاني إنه ذاكي للغاية والثالث إنه فكره منظم ومنطقه منظم والرابع اللي ما عرفتوش ما كنتش متأكد منه إنه بيقوم بدور أكبر من دوره ده الإيحاء اللي خدته يعني آه شايف إنه يلعب دورا أكبر من المنصر من دور عضو مجلس العسكري ما كانش ده بالنسبة لي مقنع أو يعني لا هو بيقوم بدور كمان أكبر والانطباع الأخير يمكن إنه كان ولو إنه مش شيء غريب في مجتمعنا يعني إنما كان انطباعي إنه متدين وشكيت لبعض الوقت إنه يكون مع الجماعة دول يعني مع جماعة الإخبات كان فيه شائعات متناصرة كثيرة بس دي مبكرة كانت بعدها الشائعات حينما حينما تولى وزارة الدفاع يعني يكون من جماعة دول ولا يعني إنما كان الحقيقة عجبني منطقه وزكاءه كان الاجتماع شرح لي فيه الأحوال وكننا بنناقش الأوضاع القائمة عنده إذن ما قبله وما بعد الثورة وبعدين كمان كان وقتها اللي خلاني أحس إنه بيقوم بدور أكبر من دوره كان عايزي قابل رموز الثورة من المثقفين ففي ناس كتير قابلت رموز الثورة من المثقفين كتير من المجلس يعني من عضاء المجلس وفي بعض الاجتماعات دي كانت بتبقى شكلية شوية أو يعني مش عميقة بشكل كافي أو تبقى بأعداد كبيرة أو لمدة قليلة هو كان رأيه قال إن عايزي قابل أربعة أو خمسة من رموز الثورة اللي مش عايزي هو يقول المثقفين بالظبط إنه عايزي قول يعني الفهمانين اللي قدروا يقولوا حاجة يعني يستمعوا أناقش أناقشهم أربعة أو خمسة مرة كل أسبوع ويقابل طواقف مختلفة قدر الإمكان فحسيت إنه عايز يعرفه كان عايز يعني يستشرني في هذا حسيت إنه كان عايز يعرف ويسمع وجهة نظر الناس الآن وبخمسة وعشرين نهار وجهة نظر حقيقية فيما سبق إنما الأهم فيما هو مقبل في المستقبل ومع كل القوة ومع كل القوة أنا حضرت اجتماعا من هذه الاجتماعات كان معي مين بقى؟ عسان سلطان أستاذ فاهمي هو إيدي دكتور رفعة السعيد جزر متنسرة طبعا فهي هنا يعني قالك الفكرة في مكتبي يعني إنه عايز يعقد لقاءات كنا عادي في مكتبه في المخورات الحربية في مصر الجديدة قدام بيتي بالمناسبة ده حسزك إنه يلعب دورا أكبر ده الإحساس وقتها إنما كان المقابلة كمان لغرانط عملي في النهاية اللي أنت ذكرته أن تقدم برنامجا للتلفزيون وطبعا كان في توقيت حساس وضقيق قال لي أنا يعني سيادة المشير عايزك عايزك تطلع تقدم برنامجا في التلفزيون وقلت له إمتى فقال لي بكرة فقلت له معلش الترتيبات بس شوية ممكن تاخد بعض الوقت كم يوم يعني إنما كنا وقتها زي ما قلت في حوالي 12-13 مارس أظن يوم 14 مارس حتى بعد كده كان دعينا الدكتور محمد وريم دعيني ودع بعض الرموز الثورة لمؤتمر فيه مؤتمر شعبي في المنصورة كان الاستفتاء جاي على التعديلات الدستورية الاستفتاء كان 19 مارس 2011 فكنا على مقربة أيام قليلة من الاستفتاء أنا رحت هناك المنصورة شاركت في المؤتمر ده إنما الأهم لأن عندي كيليا تعبانة شوية فقلت أنتهز هذه الفرصة وأعد هناك يومين ثلاثة طلب الدكتور غنيمة أعد يومين ثلاثة دول عشان يعمل علي المسوح والكشوف اللازمة فدول بقى مكنوني الحقيقة من أن أنا ألف المنصورة وما حولها من قرى وأشوف الإخوان اللي دعوا بتاعتهم للموافقة على الاستفتاء والموافقة على الاستفتاء دي يعني موافقة الدين بيقولك كيلي نعم توديك الجنة فكت تحت الحقيقة انطباع مؤكد لا شك عندي فيه إنه المجلس العسكري بيسلم مصر بالتعديلات الدستورية دي وبإجراء وبالاستفتاء ده بيسلم مصر لإخوان المسلمين ده كان وجهة نظر ولذلك ما عملتش البرنامج ما عملتش البرنامج طيب وحتى بعد كده أيضا كشفت إنه عرض عليك منصب رئيس الاتحاد رئيس اتحاد الإزاع والتلفزيون من اللواء طارق المهدي إنه المشير عاوزك تبقى رئيس الاتحاد الإزاع والتلفزيون الكلام ده بعدها وطبعا برضو اعتذرت طيب ده هيتطعمي شوتي اعتذرت برضو كمان يعني اعتذرت الحقيقة لسببين اتنين السبب الأول والتاني فيهم السن يعني المسئولية المسئولية النهاردة مسئولية في البلد في أي مكان في البلد مسئولية كبيرة ولا يتحملها يعني دي عايزة 24 ساعة شغل 24 ساعة في اليوم لا يتحملها كبار السن بهذه إحنا الناس اللي زي حالتنا النهاردة نشير وتقبل استشارتنا أو لا تقبل مش فهم إنما يستمع لرأينا حد يطلب رأينا ده الدور اللي ممكن اللي ممكن نقوم بيه إنما نتولى مسئولية نقعد في كرسي الوزارة أو غير الوزارة أو نقعد في هذا الكرسي بتاعت المسئولية 24 ساعة في هذه الظروف إلى الظروف اللي تطلب عمل 48 ساعة في اليوم ما نقدرش عليها ما نقدرش طيب ده حيخليني أسأل حد ذلك فيما يتعلق بالواقع المعاصر يعني هنا يبدو أن القضية التي تسيطر على الناس الآن وحمزك بينها أيضا وبين ما قلته في المذكرات صحيح هو لا يتعلق بهذه القضية لكن في بعض المؤشرات في الانتخابات الرئاسية حد ذلك قلت أنا لا أفضل أن يكون الفريق أول وقتها والمشير الآن عبدالفتاح السيسي رئيسا وعملت صيغة كده قلت حمدين لمجلس الشعب المجلس النيابي والسيسي رئيسا للحكومة أنت قلت الصيغة السلاسية الصيغة السلاسية أنه الفريق السيسي يظل في مكانه كرمز وكضامن للدستور أساسا وكضامن للدولة ده كان وجهة نظري وقتها وأنه الدولة هي المشكلة بتاعتنا حاليا أنه المزاج الشعبي العام زي ما أقول إحنا كلنا فيه مجملنا أعتقد أنه نحن عايزين استقرار من ناحية وعايزين ثورة من ناحية تانية يعني عايزين استقرار وآمن واستثمار وما شكل وعايزين من ناحية تانية بالطبع تحقيق أهداف الثورة اللي قامت عشانها البلد في 25 يناير فهذا المزيج عايز إيه عايز رئيس دولة محنك له خبرة ويكون محل توافق عام وعايز حد في موقع مجلس الشعب أنا تصورت أنه رئيس دولة يكون شخصية سياسية محترمة وعليها توافق وظنيت أنه عمر موسى هو هذه الشخصية خاصة بعد الضرر اللعبه في لجنة الخمسين وظنيت أيضا ده لإرضاء من يريدون الدولة والاستقرار والاستثمار إلى آخره وظنيت أيضا أنه حمدين صباحي ممكن يكون في المجلس النيابي للمجلس النيابي له سلطات كبيرة طبعا في الوقت الحالي يعني رئيسا لمجلس الشعب رئيسا لمجلس الشعب يعني عشان يضمن لهؤلاء الناس الذين يريدون ما تحقيق هدف السور ويبقى الفريق أول ويبقى وزيرا للدفاع ويبقى وزيرا للدفاع يبقى لأنه أقوى أقوى من أي شخصية بس أنا هنا بميل للشخصانة الشديدة وبوزع المناصب تحت شعار إرضاء الجميع يعني احنا طبعا إرضاء الجميع هو المطلب هو إرضاء الجميع إرضاء أكبر قطاع ما ما فيش إرضاء جميع طبعا ممكن إنما إرضاء أكبر قطاعات ممكنة من الناس أوزع مش أنا اللي حوزع ولا أي حد في البلد حقدر يوزع هي للناس أنفسهم إحنا بنطرح أفكار وبنقول هذه الأفكار قد تكون هي الحل للوضع الحالي إنما هل هذا معناه إنهم يعودوا هم التلاتة يقسموا الحكاية فيما بينهم؟ لا أو يظنوا إنه زي ما حد من عملاء أمن الدولة اللي بيتكلم دلوقتي في التلفزيون يقول إنه حمدي أنديل آل الشعب يريد هذا الحل أنا ما قلتش الشعب يريد هذا لا ده اقتراحك أنا قلت ده ما أظن أنه الحل الصحيح وطبعا كل دول لازم يأتوا بانتخابات بعملية انتخابات إنما مش توزيع طرطها طيب ده يخلينا أسألك وهسمع هذه الإجابات بعد الفاصل لكن هنا البعض حيقول إنه أي شخصية حول المشير عبدالفتاح السيسي تتحول إلى أنا آسف استخدام التعبير إلى دوبلير أو كومبارز يعني شخصية السيسي تضغى وحتى إنه الرئيس الحالي المستشار عدل منصور يعني أحيانا أقول إنه يعني ربما يتحمل في داخله الكثير شخصية الفريق أول عبدالفتاح السيسي أو المشير عبدالفتاح السيسي الناس ستعامل معه كبطل يعني هو بطل 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 ورمز وبطل يعني كفاءة للدور الآن بيوم 30 يونيو لإنقاذ الأمة من هذه الجماعة الظلامية يعني ما فيه شك في ذلك إنما أنا أرى الآن مثلا في التركيبة القائمة حاليا والتي أرى أنها تركيبة نموذجية لحكم مصر وكنت أود أن تستمر عدة سنوات الفريق السيسي والمشار عدلي منصور أنا مش شايف إطلاقا بالرغم من إنه الناس ملتفة بقلوبها حوالين الفريق السيسي على هذا النحو مش شايف أبدا إنه بيطغى وجوده على هذا النحو على رئيس الجمهورية ده رئيس الجمهورية ما ليهدوم برضو الحقيقة يعني وللحقيقة لعب دورا كبيرا ولعب دور دور مهم وللناس اللي بتقول في البلد والبلد ما عادش فيها حده ما المين اللي يترشحوا الدامج من المشير السيسي ولا بتعمل ما فيش حد يترشحوا لا فيه ناس موجودين في البلد ربما لا نعرفهم أنا لما كنتش أنا أو غيري وأنت وغيرنا ما كناش تعرف مين عدلي منصور ده والحقيقة الرجل يعني لمس الخلق سياسي بارع يعني البعض تعامل معه ولكن هو سياسي بارع وفي فترة حساسة يعني وبالرغم من إنه لوحق من بعض الجهات بالتريقة بقى أو الكلام التافه اللي ما يصحش إن احنا نكرره هنا إلا إنه أثبت من أول حديث لي إنه شخصية متزنة واسعة المعرفة الدريان بالدنيا كويس وخبرة طبعا ملهاش أول ولا آخر وحكمة على ما أعتقد حكمة بلغة يعني يعني دا كنت تفضل بقاء الوضع الحالي أنا كنت أقول دايما ياريت ياريت هذا الوضع يبقى بالرغم إنه طبعا دا كان شيء بها مستحيل إنما كنت أفضل هذا الوضع كتيرا يعني وأعتقد إنه المشيري سيسي ما كانش ما كانش تعبه هذا الوضع أبدا يعني بالعكس هي المشكلة إنه إنه ما هو سلطة انتقالية إنما الاستقرار بقى إنه لازم في خريطة الطريق ننفذها وإلى آخر دا طبعا اللي دا فعل حاسأل أستاذ حمد أنديل بعد الفاصل عن صديقه العزيز أيضا وهو الذي يتحمس له الأستاذ حمدين صباحي هل أخطأ حمدين صباحي مثلا بفكرة الهجوم على ترشح المشير عبد الفتاح السيسي والهجوم على بيان القوات المسلحة واتهام هذا البيان بأنه أقحم الجيش نفسه في الحياة السياسية وفي رسم ما يتعلق بمستقبل مصر دا واحد اتنين لماذا قال أيضا عن صديقه الذي تحمس له الدكتور محمد البرادعي في مذاكراته في فصل تحت عنوان البرادعي الذي خزل الثورة حنشوف كمان تفاصيل مهمة تتعلق بهذا العنوان كمان أستاذ حمد أنديل وصل به الأمر أنه بعد فض الاعتصامين في ربعة والنهضة قام بمحاولة الاتصال بوزيرة الإعلام الحالية الدكتورة دورية شرف الدين عشان يقدم برنامجا من أجل هذه المهمة الوطنية اللي حصل كمان بعد الفاصل كل الخفايا والأسرار المتعلقة بهذه التساؤلات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة